لا يحتاج إلى أن يبين لك ماذا ها مسؤوليات الإمام لأن القرآن ماذا بيّن قال يهدون بأمرنا يهدون بأمرنا وحقك اليوم روح للمعجم المفهرس في القرآن لن تجد آية واحدة في القرآن أن الله قال لنبي يهدي بأمرنا أبدا يهدي ولكن ليس بأمرنا لا يوجد في القرآن آية مع أنها بيّنت وظيفة النبوة الهداية أصلاً أهم وظيفة عندها الهداية ولكن لا يوجد آية واحدة قيدت الهداية ماذا بالأمر إذن لماذا الإمام قيدت الهداية فيها ماذا بالأمر والعجيب لأنه لا يستطيع وقعنا أتجاوزين والعجيب ما قالت يهدي بالأمر قالت يهدي ماذا بأمرنا من هنا أنت مباشرة نسأل القرآن قل له وما هو أمرك ما هو أمرك قال إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيك عجيب شوه شوهن شوهن الآيات كأنه واحدة واحدة بجنب الأخرى كأنه لوحة فنية واضحة المعالم بأمرنا اسأل ما هو أمرك قالوا إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون إذا هذا الأمر المزود به الإمام فيه بعد شنو شنو كن فيكون إذا ما تدخل هذا المدخل تبتلي بابتلاء تنكر الولايات التكوينية تنكر قدرته على تصرف التكوين لماذا لأنه أساساً أنت مو قرآني حتى لو كاتب دور التفسير ثم ماذا لك أنت مو مفسر أنت لا تفهم القرآن أنت تفهم وهذا الأربع كلمات هنا وهناك وتنقلها وإلا هذا النص أجيبون تقول له ما به دلالة أقول أجيبون هاي الآية دا تفسر هاي الآية لماذا النبوة في القرآن ما قيدت بالأمر ولكن الإمام قيدت ماذا بالأمر لماذا أعزائي خلوا هذا البحث ترجمة نانسي قنقر